نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام تزامناً مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق التاسع من مارسة من كل عام نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغال والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكداً أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصاب العمليات الحربية تقديراً لمقدموه من تضحيات سطروا بها أسماءهم بأحرف من نور في سجلات حب الوطن